تعالوا بقى نحضر صنية كنافة حلوة كده بتعم وريحة زمان ومحشية كمان بالإشطة الكذابة بجد طعمها خطير وقرمشتها فضيع عندي نص كيلو من الكنافة بفتفت وكده بتشاكل اللي انتوا شايفينه ده وبنزل عليه بتلت كباية من السكر الباودر وبقلب الكلام ده كله ببعضه كويس وبعد كده بنزل عليهم بكباية لربع من السمنة السايحة وبفرق بقى الكنافة كويس في السمنة وبعد كده بقى بجيب صنية 28 بديها كده فرشة محترمة من السمنة البلدي وبعد كده بقى بنزل بتلتين كمية الكنافة ببطت فيها كويس بالشكل ده وبضغط كده بأي كباية علشان يسوي القلب مع عمل كده حواف من الجناف بعد كده بقى بحضر للإشطة الكدابة عندي ثلاث كباية من الحليب وعليهم أربع معالق من النشا ومعلاقة كبيرة من الكريم شنطي وبدوب الكلام ده كله على البارد وبعد كده برفعه على النار أول ما تتقل معي الكريمة بنزل بيها بقى على الكنافة وبعد كده بحط باقي كمية الكنافة على الوش بدخلها بقى فرن ساخن مسبقا على 200 في الرف الأوسط لمدة نص ساعة وبقلع لها الشوال مدد دي تاخد لون وبعد كده بقى بسقيها بالشربات التيل بارد وبزينها بشوية كده من الفصدو الكداب بتمنى الوصفة تكونوا عجبتكم مساحتين وأنا وأشوفكم الوصفة جاية